أنا عايز أستأذنكم بس في الأول مش أقول لكم بأن احنا نقدم تعزية واجبة لأسرة الأستاذ صلاح السعداني لأن أنا بعتقد أن احنا نعزي أنفسنا في وفاة واحد من أهم وأكبر وأعظم نجوم الوطن العربي لأن الأستاذ صلاح الحقيقة هو في حد ذاته مدرسة ويمكن أنا من الناس اللي منحزة للفكرة أن في مدرسة كانت في السينما المصرية كده تتسميها مدرسة الوعي ويمكن كان فيها قطبين مهمين جدا رحمة الله عليهم أستاذ نور الشريف الله يرحمه وأستاذ صلاح السعداني الله يرحمه ووفاة الأستاذ صلاح السعداني صادمة جدا بالنسبة للشخص المتواضع لأن أنا مش هقولك أسعدني الحظ بمقابلته مرة أنا شفته مرات ومرات ومرات من وانا طفل صغير طبعا كانت المرات دي ما هيش بمحد الصدفة لأنه طبعا زي ما حضراتكم كلكم عارفين هو أخو الكاتب العظيم الراحل أستاذ محمود السعداني الله يرحمه يا رب فبطبيعة الحال بطبيعة تكوين الأسري فطبعا أستاذ محمود السعداني ده صديق أمي وصديق أبويا وأستاذ صلاح وما إلى ذلك فكنت بشون بضافة أنه كان كمان جار خالي لطفي جاري خالنا التاني في الترتيب يعني فكنا على طول بنشوف أسال صلاح السعداني هو جارو فاحنا عارفين البيت وعارفين المكان وكنا نشوف هنا دراحينا اللحظات اللي ممكن يبقى نازل فيها عنده شغل ولا حاجة فنبقى وقفين في الجنين البيوت كادت زمان فيها جنايم بالمناسبة مش أن احنا عائلة أغنية يعني بسي البيوت كانت أغلبها فيها جنايم كنا نقف في الجنينة بتاعت بيت خليلطفي علشان نشوفه صلى صلاح السعدانية وخارج يمكن نشوفه يمكن ما نشوفوش حاجات زي كده وزي ما أقول لكم كان يحالفني الحظ كتير جدا ان انا كنت اشوفه كتير واسمعه واشوفه وجهات نظره وهو كان راجل مستقف موسوعي بالمناسبة راجل محترم الى ابعد الحدود فنان الحقيقة تقدر تقول بي طي عصر فن الله يرحمه وعي غير طبيعي بكل ما هو حواليه ملم بكل شيء حواليه الله يرحمه يا رب اصداد صلاح السعداني انا كمان مش من انصار فكرة اطلاق اللقب يعمى سأقول لك ورحل العمدة سليمان غانب او ورحل حسن النعماني اصداد صلاح السعداني اكبر بكتير من سليمان غانب واكبر بكتير من حسن النعماني وانا من الناس اللي دايما تضرب مثل في ازاي تشوف الاستاذ صلاح السعداني من وجهة نظري انا ده زوئي انا يعني فيلم الارض فيلم الارض واحد من اهم الافلام في تاريخ مصر واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية واحد من أهم الأفلام في وجهة نظري اللي اتعاملت على مستوى تاريخ السينما في العالم فيلم الأرض ده فيلم عظيم أو دوره في المراكبي هو بيقوله سائد كيك دوره هو بيتكلم عن نفسه أو هو بيشخص بيجسد شخصية مراكبي غلبان مسكين لا يقرأ ولا يكتب وما إلى ذلك أو أنك أنت تشوفه صلى صلاح السعداني في أفلام أسماء البكري وتشوفه في شحزونة ونبلاء مثلا كان هو أستاذ عبدالعزيز مخيون ربنا يديله الصحة يا رب ربنا يديله الصحة يا رب يعني فإحنا بنتكلم على ممثل مذهل قدرته على تجسيد أي شخصية مخيفة أنت هتشوف صلاح السعداني الشرير وهتشوف صلاح السعداني أبو دم خفيف وهتشوف صلاح السعداني الطيب وهتشوف صلاح السعداني الساخر وهتشوف صلاح السعداني المثقف فوزيه برجوه زيه على سبيل المثال هو فعلا مثقف يعني بس طبعا مش شخصيته في فيلم فوزية البرجوازية وكان راجل متزن جدا في قراءه السياسية لانه مثقف حقيقي مثقف حقيقي مش مثقف شكلا هو مثقف موضوعا وده الاهم والصالة الصلاح قيمة كبيرة جدا 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 اكبر من اي دور هو عمله بالمناسبة وعلشان كده زي ما بقول لكم مهم جدا ان احنا كنا نتكلم عنه النهاردة يمكن في بداية الحلقة الله يرحمه الله يرحمه يصبرنا جميعا مش بس اسرته الكريمة ولكن يصبرنا جميعا في وفاة واحد من اهم القيم الثقافية والفنية والسينمائية اللي احنا شفناها واللي هيمتد اثرها بالمناسبة في هذا الفن لفترات طويلة بالتأكيد عشرات السنين صالح السعدان الله يرحمه يا رب ما حافظ اللقب موسوع حقيقي انا من انصار بصراحة ومن مؤيدين جدا فعلا ان اللي خلق ما متش فيعني انا باعتقد ابنه مش مجرد كمان استكمال المشوار احنا بنتكلم على انه احمد صلاح السعداني هو عنده مدرسته الخاصة واللي مختلفة بالمناسبة عن مدرسة والده فربنا يصبرك يا احمد يا رب يا رب يا رب يا رب وانا ادعو اي حد بالمناسبة لتقديم واجب العزاء يعني لانه هو قيمة مهمة جدا اشتركوا في القناة